اشتركوا في القناة في اليد بعد الحبوب المحبدة للطائر في البداية نشاهد الطائر كيف يهرب ويتخبط في القفص وممكن بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين حسب الطائر يبدأ شيئا فشيئا في وضع رجل في البداية على اليد وهنا يجب علينا عدم إبعاد اليد بكل قوة كي لا يخاف الطائر ويهرب منه نهائيا وعندما يتأكد الطائر أن اليد لا تهاجمه ويبدأ شيئا فشيئا في محاولة أخذ بعض الحبوب من اليد طبعا مع بعض الخوف نشاهد الآن وبعد ذلك سوف يتمئن الطائر اليد الممدودة له مع الحبوب ويبدأ كما نشاهد الآن في الأكل ونشاهد كيف أصبح مطمئن البال وهكذا يتمئن نهائيا وبعد ذلك يعني بعد شهر أو شهرين وبعد أن يتعود الطائر على الشخص الذي يمد له اليد نبدأ بمحاولة إخراج اليد شيئا فشيئا من باب القفص حتى يتعود الطائر نهائيا على حتى الخروج من القفص وطبعا في البداية يجب علينا إغلاق النوافذ والأبواب وليس قيام بترويده أو إخراجه من الغرفة لكي لا يتير من القفص حتى يتعود نهائيا الحسون أو الكناري على الخروج من القفص والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر